نزب إلى النكسة من النكبة إلى النكسة تمام أنا أطلق عليها دائما ووفقا لبعض الكتابات أيضا الغربية مؤامرة مؤامرة فهي مؤامرة كبرى مؤامرة من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وفي نفس الوقت لا أبرر أنه في أخطاء من القيادة العسكرية وحتى عبدالناصر نفسه اعترف أنه هو مسؤوليته كبيرة لكن المعجزة في 67 أنه لم تغضع مصر ولم توقع على سكة هزيمة الاستسلام أو لم تستسلم ويمكن دخان المعارك بتاع 67 كان لا يزال في الجو ومصر بتحقق انتصارات وبتصمد فراص العش وإيلات بعد كده وتصمد والشعب يتحرك ويأمر عبدالناصر بالاستمرار اليوم الطويل اللي هو اسمه 19 يونيو وهنا بقى معجزة هذا الشعب وقدرة القيادة العظيمة اللي حتقود التجربة مرة ثانية إعادة بناء الجيش المصري وزي ما قلت لحضرتك أنه يعني في مذاكرات ما نحن بيجن بيقول أن أنا مرعوب جدا من لقطة شفتها أنه مجندة إسرائيلية بتهين جندي مصري أن الانتقام هيكون قريب جدا وده اللي نجح فيه نجحت فيه القيادة العسكرية المصرية في أنها تعد العدة ما بين 67 و70 ويمكن أنا طلعت أخيرا على محاضر جلسات مجلس الوزراء من 69 كانت مصر جاهزة للعبور وهذه ليست مفاجأة الحقيقة متى كانت مصر جاهزة للعبور؟ كانت جاهزة في أواخر 69 وتم تجربة الخراطيم المياه لضرب الساتر الترابي ومن اللطيفة قوي في هذه الوسائق أنه عبد الناصر كان بيسخر من خط برليف وأنه أولادنا بيعبروا بين النقاط الحصينة ويقدرهم يعبرهم ويجيبوا أسرة ويضربهم ويرجعهم فكان بيسهر من خط برليف أصلا وكان بيخطط طبعا الخطط اللي اتعمت أنه هو لما استقبل بقى المخترح بتاع باقي يوسف وتم تجريب المضاقات بتاع المياه لأنها تنازل الساتر الترابي كانت مصر الحقيقة جاهزة لكن في الأواخر 69 وأوائل 70 كان جاهز عبد الناصر للعبور رحل عبد الناصر وكان يحلم بيوم العبور تمام رحل عبد الناصر وترك خطط للعبور تمام برانيت واحد وبرانيت اثنين وترحل عبد الناصر وترك جيش مؤسس جيدا تمام جيش يمضغ الصبر أملا في السقر ما الذي أخر السقر والعبور من 69 ل73 من 70 بقى نقول 70 لأنه تولى القيادة الرئيس الراحل لأنور السادات وهنا الحقيقة كان الرئيس السادات بيراهن على إمكانية حل القضية ورحيل إسرائيل عن سيناء سلمان سلمان دبلوماسيا دبلوماسيا دبلوماسيا